نشاط مكثف وجولة جديدة من المفاوضات على طريق التوصل إلى اتفاق التهديئة بقطع غزة الرئيس المصري استقبل ويليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات الامريكية ضمن اجتماعات تصطديفها القاهرة مع وفود اسرائيلية وأمريكية لبحث النقاط العالقة في الاتفاق وذلك بعد توقف دام لأسابيع لم تتوقف خلالها لاتداءات الاسرائيلية الدامية ولا حصيلة الشهداء والمصابين من المدنيين يوما واحدا قد تكون الأجواء العامة على مستوى الداخل الأمريكي وعلى مستوى الداخل الفلسطيني المهيئة لكن لا تزال على مستوى الداخل الإسرائيل لم تنضج بعد ربما تحتاج إلى مزيد من الضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على تقديم تنازلات حقيقية حتى يمكن توقع نتائج إيجابية في هذه الجولة من المفاوضات تجتمع الوفود بينما يظل معبر رفح مغلقا بعد احتلاله من الجانب الإسرائيلي ويستمر دخول المساعدات الإنسانية شحيحا إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم مصحوبا بتجديد إسرائيلي بل ومنع في أحيان عدة رغم تكدسها على الجانب المصري فمصر التي قدمت أكثر من 70% من إجمالين مساعدات مقدمة للقطاع لم تتدخر جهدا بحسب مسؤوليها للتوصل إلى اتفاق التهدئة وتبادل المحتجزين بينها اتصالات مستمرة مع حماس جولة مهمة يسعى إليها الطرفين ليس فقط إسرائيل لكن أيضا حماس لتحقيق مكاسب إيجابية خصوصا في ظل تطور فكرة المقاومة التي أبدتها حركة حماس وحالة الانتصار التي بدت عليها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وترحبها المباشر بالتجاوب مع حركة حماس في كل الأحوال أرى أنه هناك تطور مفصل يمكن البناء عليه وهذا ما سيقوم به الوسطاء المصرين والأمريكيين والقطريين خلال ساعات يشارك وفد أمني مصري رفيع المستوى في مفاوضات بالدوحة في مهمة لتقريب وجهة النظر بين حماس وإسرائيل ضمن تحركات تستهدف الوصول إلى اتفاق الهدنة في أقرب وقت ممكن حراك يتجدد بالقاهرة ومفاوضات تسعى لوقف إطلاق الناري في قطاع غزة وقف يضع حداً للمآسي الإنسانية التي يواجهها سكانهم ويسمح بإدخال المساعدات دون عائق جهود للوساطة لم تتوقف منذ بدء الأزمة علها تكون هذه المرة السبيلة إلى الهدنة المنشودة يا حبيب قناة الغرف القاهرة